دون أي مؤشرات لانفراجة مرتقبة في ملف مدينة تعز بدأ العد التنازلي لمرحلة رابعة من الهدنة الأممية بينما ظل وسيبقى ملف الحصار يروح مكانه بين مداولات المبعوث الأممي واقتراحاته للميليشيا وبين استجداء المجلس الرئاسي للعالم فيما يتعلق الهدنة والتزام الحوث بالهدنة لا أتوقع أنه يلتزم أن تفتح الطرقات تعز كل الهدنة التي تمت لإصال الحوثي لاستعادة أنفاسه واستراحة محارب أما في جرتة حساب ستة أشهر من الهدنة فقد اتسم أداء المبعوث الأممي خلالها بالانحياز للانقلابيين كما يرى الشارع هنا أكثر من تبنيه قضية رفع الحصار عن تعز وإيقاف جرائمها الظهر في إحدى مدولاته يتأسف لعدم فتح الطرقات دون تحميل الميليشيا مسؤولية المعاناة وهو الأمر الذي شجعهم على الاستمرار في الحصار وزيادة الهجمات على المدينة موقف المندوب الأممي في اليمن طبعا هو موقف كان موقف سلبي لم يأتي لحل الإشكال في مسألة الطرقات أو المناطق المحاصرة أقا خدم الحوثي المبعوث الأممي القديد لم نلاحظ له أي نقطة إيقابية فيما يخص قضية التعز نلاحظ أن ما زالت تعز محاصرة ولم يستطيع أن يفتح مقرد طريق رسمي إلى المواطن لكي يعبر إلى الحوبان المبعوث الأممي الجديد يتماهى مع المشروع الحوثي هدنة قادمة لا تبشر معطياتها بأن تعز تحتل صدارة الاهتمام الدولي حيث يؤكد ذلك حديث المبعوث الأمريكي تمثيل اندر كينغ بأن المسألة المهمة التي يود رؤية تقدم فور فيها هي دفع الرواتب وتوسيع وجهات مطار صنعاء ودخول المشتقات النفطية وذلك توجه فرض إعادة تعريف للهدنة الأممية المنسجمة مع مصالح العالم الغربي بعيدا عن استحقاقات السكان المشروعة بفتح الممرات الإنسانية المغلقة منذ ثمان سنوات خفتت آمال المواطنين بفك الحصار عن مدينة تعز مع كل إعلان جديد للهدنة الأممية وحتى المطالبات الشعبية للمجلس الرئاسي والأمم المتحدة بالضغط على المتمردين قد تلاشت أيضاً ومرد ذلك هو قناعة المواطنين بأن مدينة تعز ستبقى كما كانت منذ بداية الحرب بعيدة عن أي حسابات إنسانية مهى علي قناة بلقيس تعز